اشتركوا في القناة الى المخرج العام الثالث الى وهو اللسان المرة الماضية اتكلمنا عن المخرج الاول اللي هو الجوف وكملنا وراه الحلق اليوم ان شاء الله حنتكلم عن اللسان نبدأ ان شاء الله هون المخارج العام للجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم نحن اليوم بدنا نتكلم عن اللسان قبل ما نتكلم عن المخارج بقلب اللسان لازم نعرف بعض الامور يعني عن الحنك وعن اللسان وعن الاسنان حتى نقدر نعرف المخرج وين بده يكون بشكل صحيح طيب عنا اقسام الحنك الاعلى هون اللثة اللي هي هون مقدم الحنك هون بالنص الحنك العظمي اللي هو الصلب القاسي الحنك اللحمي اللي هو هون يبيجي وراه بالاخير اللي هو الرخو هون اللهاد الاسنان اللي هنه 32 لازم نعرف الثنايا اول اتنين الرباعيات واحد واحد هون ايضا الانياب واحد على اليمين واحد على اليسار الضواحق ايضا هؤلاء الضواحق الطواحن عنا هيدول الـ 3 1 2 3 بنقل لنا الطواحن كمان ايضا على اليمين وعا اليسار النواجذ اللي هني بالاخير كمان عن اليمين وعن الشمال طيب لحنشوف كمان هلأ اقسام اللسان أقسام اللسان اللي هو أقصى اللسان وسط اللسان طرف اللسان نشوف هون أيضا هذول اللي لازم نكون مركزين عليهم شوي لأنه حنتعامل معهن بالمخارج يعني اللي بتكون باللسان أقصى الحافة هون باللسان هون حافة اللسان هون أدنى حافة اللسان هون منتهى حافة اللسان هون منتهى حافة اللسان هون من إلا رأس اللسان نحن بلش هلأ إن شاء الله نفصل بالمخارج الخاصة أول شيء أقصى اللسان يبيخرج منه حرفين اللي هو القاف والكاف الإمام ابن الجزري رحمه الله بيقول والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف نكمل نشوف باللسان شو هنا المخارج الفرعية وسط اللسان حافة اللسان طرف اللسان وأكيد هيدول كلهم نحن ذكرناهم لما كنا نحن عم نشوف نقصم اللسان طيب أقصى اللسان في مخرجين تفصيليين المخرج الأول اللي هو القاف قال لك ما يلي الحلقة مع ما يحاذي مع ما يحاذي أي ما يقابله من المنطقة الرخوة من الحنك لعلى إذا مذكرين لما كنا عم نقول عم نفصل بالحنك قلنا في المنطقة اللي وراء اللي بتيجي شو اللي هي الرخوة من الحنك الأعلى هاي دي هي هون هاي دي المنطقة الرخوة من الحنك الأعلى إذا مثلا بدنا نقول نعطي مثل عن القاف نقول مثلا قاف والقرآن المجيد هيدا مخرج القاف وإذا بدنا نحطنا نقول نجيب همزة وصل ونسكن الحرف اللي بعدنا نقول هاي دي هو المكان الصحيح لمخرج القاف وأيضا هوني مخرج الكاف بينزل عنه قليلا عن القاف أي مما يلي الحلق من المنطقة القاسية من الحنك الأعلى مثل ما قلنا قبل المنطقة القاسية من الحنك الأعلى بيخرج مننا حرف واحد اللي هو الكاف قلنا بينزل قليلا عن مخرج القاف هنا هيدا هون مخرج الكاف اللي هو من أقصى اللسان إذا بدنا نجيب كمان قلنا همزة وصل ونحط بنقول هنا مخرج الكاف مثلا بدنا نقول كاف ها يا عين صادق انتبهنا كيف قلنا الكاف طيب أيضا باللسان وسط اللسان وسط اللسان بيخرج منه ثلاث أحرف الجيم واليا والشين أو جيم شين يا الامام ابن الجزاري رحمه الله شو بيقول والوسط أي وسط اللسان والوسط فجيم الشين يا طيب نبلش نفصل أيضا بالجيم فالجيم إذن شو تعرفة بإلصاقي وسط اللسان من وسط اللسان نلسق وسط اللسان باللسة العليا أخذنهم نحن اللسة وليك كنا عم نفصل فيكم ترجعولهم انتم عم تحضروا الحلقة إن شاء الله لورا إذا ما ركزتوا كتير بأول حلقة أوين وسط اللسان إذن وسط اللسان باللسة العليا إلصاقا معتدلا متوسطا مع تثبيت زائد من ثبت طرف اللسان الأمامي أسفل الثانيتين السفليين يعني نحن قلنا الثناية اللي من قدام السفلة من ثبت طرف اللسان الأمامي عليهم إذن هون مخرج شو الجيم طيب الياء والشين في عنا لازم نعرف شغلي هون في الياء المادية والياء غير المادية الياء غير المادية مخرجة من وين من وسط اللسان أما الياء المادية مخرجة من وين من الجوف إذن الياء المادية مخرجة من الجوف ونحن هون عم نتكلم عن الياء المتحركة اللي بتخرج من وسط اللسان هنا هنا مخرج الياء وسط اللسان طيب طيب عنا هلأ الشين حرف الشين أيضا من وسط اللسان إذا بدنا نقارن ما بين الأحرف الثلاثة اللي بيخرجوا من وسط اللسان مخرج الجيم هنا 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 مخرج الجيم هون مخرج الشين هنا مخرج الياء الغير المادية الآن هنأخذ حافة اللسان اللي بيخرج منه حرفين اللي هو الضاد واللام طيب الضاد قال لك وتخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأدراس العليا أو من الحافتين وإخراجهما من الأيسر أسهل وأكثر استعمالا ومن الجانبين نادر إذن الضاد بتخرج من إحدى حافتي اللسان حافة اللسان هنا مع الأدراس العليا يعني الأدراس العليا اللي فوق هيدا هوني حافة اللسان بتضرب بشو بال الأدراس العليا إما من اليمين وإما من اليسار من الجهة اليسرى أو ممكن اتنيناتهم بس صعب جدا قليل اللي بينطق فيهم من اليمين ومن الشمال قيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام نطق بالضاد من الحافتين بنفس الوقت من الجانبين بنفس الوقت بيئلك الإمام ابن الجزر رحمه الله والضاد من حافته إذ ولياه الأدراس من أيسر أو يمناها إما من اليمين أو من الشمال هنا مخرج الضاد وتكلمنا عنه هون حافة اللسان مع ما يجاوره من الأدراس العليا هون هذه الأصفر منطقة تلامس من غير ضغط يعني ما بيضغط عليها هون من ضغط الضغط والاتكاء هون محل ما بيضغط اللسان على الأدراس هون محل ما بيضغط اللسان على الأدراس طيب هلأ في عنا حافة اللسان اللي هي منطقة التلامس محل ما بيلمس هنا آدنا الحافة هنا أقصى الحافة هون منطقة الضغط والاتكاء هون الضغط والاتكاء هون منطقة فقط التلامس يعني بيتلمس شيء بسيط طيب في عنا حافة اللسان يخرج مننا اللام قال وتخرج من حافة اللسان وما يحاذيها من اللسة أي لسة الضاحف والناب والرباعية والثنية التي أخذنا عنهم هنا مخرج اللام طيب هون هون أدنى الحافة هون أيضا أدنى الحافة لاحظنا هنا هون الحيز اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من الحناكي الأعلى مثلا إذا بدنا نقول ولا ولا أو فلا وربك فلا وربك لاحظنا اللام كيف تلعيت اللام المفخم عندنا اللام المفخم واللام المرققة هنا اللام المفخم نرى كيف تخرج واللام المرققة اللام المفخم إذا قلنا مثلا بسم الله بسم الله تبهنا اللسان مثلا هون نقول بسم الله بسم الله هون مثلا منقول قولي اللهم قولي قولي رققنا اللام هنا اللام المرققة طيب عنا طرف اللسان بيخرج منه حرفين النون والراء قال وتخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا تحت اللام قليلا مع اشتراك الخيشوم أي أن مخرج النون جزئي منه لساني وجزء منه خيشومي يعني لما بدنا نلفظ حرف النون اللي بيخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا بتجي تحت اللام بشوية صغيرة بالنون بيشترك معه مخرج تاني اللي هو الخيشوم ليش لأنه مبيع يعني فيه بالنون فيه جزء من النون يعني جزء من مخرج النون وجزء تاني من الخيشوم فإذا فيه جزء من اللسان وجزء من الخيشوم فمنقول إن مثلا لو أنا بدي سكر الخيشوم وقول إن ما بيطلع النون إن لاحظنا إذا أنا بدي سكر هون أعمل تجربة قول إن مثلا وسكر الخيشوم اللي هو مخرج الخيشوم إن لاحظنا ما طلعت النون إذن مخرج النون جزء منه لساني وجزء منه خيشومي طيب في بوصل لا مقرج الراء إذا كنا هناك عم نحكي بيقول الإمام ابن الجزء الرحيمه الله واللام أدنها لمنتهاء والنون من طرفه تحت جعله وصلنا للراء بيقول والراء يدانيه لظهر أدخله يعني الراء مخرجه ما تحت مخرج النون إلا أنه أدخل إلى ظهر اللسان يعني اللسان نرفعه شوي فمن هون بيكون مخرج الراء هون الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء والتي لو لاها لن قفل المخرج تماما مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه هون الفجوة التي يمر منها جزء الصوت طيب بالنسبة للتكرير بنا نحاول ننتبه أنه نحن ما نكرر الراء لأنه كلمة نكرر الراء مرة إذا قلت مثلا كلمة كررت الراء معناته أنا طلعت راء جديدي وأنا زدت حرف بكتاب الله وهي ده خطأ فلازم بننتبه أنه نحن الراء من كرره عدة مرات بنعمل مقارن ما بين الراء المفخم والراء المراققة بين الراء المفخم والراء المراققة لأنه نحن بكرة إن شاء الله بعدين هناخد أحكام الراء هنا الراء المفخمة منشوف الليسان كيف يكون منقول الرحمن وهكذا هون مثلا الراء المراققة طرف اللسان اللي فيه بيكون أكتر شي أحرف اللي هو النون راء، ضاد، دال، تاء، صاد، زين، سين، ضاء، ذال، ثاء بيقول لك الطاء والدال والتاء هيدولة الثلاثة وتخرج من طرف اللسان وأصول السنيتين العليين أي جذورهما إلى جهة الحنك الأعلى الطاء أبعد الجميع ثم تحتها الدال وتحتها التاء إذا أبعد شيء لجهة الحنك الأعلى الطاء بعدين تحت الدال بعدين تحت التاء الإمام ابن الجزر رحمه الله بيقول والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة هيدولة شيء آخر مخرج الطاء الدال والتاء طيب نوصل لصاد والسين والزاي اللي هو الصاد، سين، زاي وتخرج من طرف اللسان وفوق الثنيتين السفليين طرف اللسان يكون أسفل الصفحة الداخلية للثنيتين السفليين وفي نفس الوقت يمر الهواء من حيز ضيق بين سطح اللسان والحنك الأعلى مخرج الصاد، مخرج الصاد، مخرج الصاد، مخرج الصاد، مخرج الصاد، مخرج الصين، والزاي هنا لإمام ابن الجزر رحمه الله بيقول منه ومن فوق الثنايا السفلة والضاء والذال وثاء للعليا الثال والثاء من هنا هكما نكون إن شاء الله أتمينا مخرج اللسان وأخذنا المخارج العامة والمخارج الخاصة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين